حكاية مرتبطة بيها يعني في كلام كتير النهاردة في الإعلام عن مواقعه بتاع أنه كهرباء عنده عرض في السعودية في الدوري السعودي كلام ده مش مظبوط خالص الأهلي لم يصلوا عرض من أحد الأندية السعودية لضم كهرباء في نهاية الموسم ولا كهرباء أصلا جالوا دلوقتي عرض أنه هو ينضم الأي نادي في الدوري السعودي وأنه كلام بحسب مصادرنا طلع من كهرباء نفسه أنه لو الأهلي خلاص مش هيحتاجني أو مش هيعتمل على أساسي أنا ممكن أروح لعرض في الدوري السعودي ولكن عشانا بقى أمين يعني كهرباء فعلا وصلوا عرض في يناير اللي فات أنه يروح نادي الحزم السعودي والأهلي رفض الموضوع من بابه يعني كان الكهرباء مكمل مع الفريق لكن دلوقتي في اللحظة اللي بكلمات فيها دي كهرباء ليس لديه أي عرض من أحد الأندية السعودية دي حكاية وعلى فكرة بالملاسبة قبل ما أقفلها مفيش أي مبرر في العالم لأي لاعب في العالم أنه يتخلف عن فريقه في مباراة مهمة لأي ظرف إنساني مفرح جيد لو ظرف إنساني طار اللي قدر الله حالية وفاقة أو مرض أو مفهومة لكن ما فيش لاعب في العالم إلا لنيمار بس النيمار ده بيسعب بيروح عملها ده أخته يسيب الفرقة عشان يعملها ده أخته وماش عارف فيه فرح ده نيمار ده حالة استثنائية بس فيش لاعب في العالم بيعمل كده فالخطأ من كهربا مش عارف ألوم كولر ولا لأ أنه هو وافي بس كولر مش هي بشكل إنساني بتحفز يعني بس يعني في كل الأحوال كهربا كان شاين فأتخلف عن مباراة مديام هتقول لي يا كريم ما الدنيا مشت ودنيا كويسة أنتم مسكين في كهربا ليه أنا مش مسك في كهربا ولا غير كهربا أنا عايزك تتخيل معايا لو لا قدر الله كان الأهلي خصاً مباراة الأهلي ومديام تخيل معايا دي اللي أبكلم بيها مين؟ بكلم بيها كهربا كان كهربا شالي الحكاية الوحده طول العمر مش كان الموقف الأهلي ممكن يتأذن في البطولة كان كهربا شالها الوحده لا لعيب بقى في الملعب ما قداش كويس ولا مدرب حط خطة حلوة ولا وحشة ولا أي حاجة كهربا هو سبب إن الأهلي خسر بس من رأفة ربنا عليه إنه الأهلي عدى وعدى بانتصار وفوز وسلاسة نقط بس مش كل مرة تسلم الجرة بعدين معلش يعني طب كهربا النهار دا توفق له إنه هو يروح فرح شخصه ميروحش مباراة مهمة وفيه كذا لعب هيبع عنده مناسبة بعد كده ومناسبات ومن حقه هو كمان يطلب يعني أعتقد مش عارف بس الموضوع كله على بعضه مش صح دي حكاية